موسيقى بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مفكركم بالتدريب الاساسي اللي عاوزين نطلع به انه كل واحد خلال الاسبوع ده يمسك انجيل يخلصه مرة واحدة في اسبوع يعني هترسى على ثلاثة صحات غالبا في اليوم من زاوية ان انا بحاول اتخيل ربنا يسوع عشان اقلته يعني دي زاوية اللي هنركز عليها واحنا بنقرأ اي انجيل تختاره لو عاوز الاصغر يبقى ماري مرقص انجيل مرقص لو عاوز الكبير يبقى لوقى المهم انه فكرة تعلمه مني كأنك قاعد في فصل كده بتتفرج على ربنا يسوع وبتتعلم منه احنا تعلمنا شوية الهدوء تعلمنا شوية الودعة تعلمنا الافتخار بالصليب تعلمنا بعض الدروس من التجسد تعلمنا زي الواحد يعلم زي المسيح المعلم تعالوا نختم بطول الانا طول الانا يمكن ما جاتش ككلمة في كلمة تعلم وميني جات في كلمة صمر الروح لما قال صمر الروح محبة فرح سلام طول الانا وطول الانا دي مشكلة دلوقت الناس كلها بالها قصير يعني كله عصبي كله مستعجل وربنا يسوع كان باله طويل ومازال باله طويل جدا وطول الانا صمر الروح يعني ايه يعني الانسان الروحاني باله طويل او الروح القدس يثمر في الانسان طول الانا فلو انت بتصلي كويس وقريب من ربنا نتيجة طبيعية انها تبقى بالك طويل عن الناس وعلى كل حاجة زي ما هنشوف هتطلع الوحدة فلو انت عصبي ما تقولش انا شخص روحاني ما يمشوش مع بعض لو روحاني يبقى بالك طويل يبقى لسه مش روحاني كفاية خلينا نجملك ونقولها كده لكن ايه لو كنت انسان مليان بالروح فعلا ثمر الروح نتيجة طبيعية للروحانية انك انت تبقى بلك طويل ساعات الترجم كذا حاجة يعني ساعات الترجم ساعات تسموها slow to anger يعني بطيء الغضب ساعات يترجموها long suffering يعني اللي هو طويل الاحتمال يعني المهم يعني هي كلها بتوصل لنفس الفكر هناخد كذا زاوية من زاوية طول الانا عشان نرجع نفسنا عليها وكل طبعا الزاوية دي نتعلمها من ربنا يسوع اولا طول الانا مع الناس في قاية في عقوب خمسة تقول لا يأن بعضكم على بعض أيها الاخوة لألا تدانوا يأن دي انا محتر يعني في تفسيرها جرامبل يعني يعني هل هي واحد بيشكي ولا مضغاز ولا بيغضب ولا بيدين ولا كل ده موجود في كلمة يأن بعضكم على بعض زي اللي زهقان من لقصاده مش مستحمله واخدين بالكم لا يأن بعضكم على بعض أيها الاخوة لألا تدانوا هو زا الديان واقف قدام الباب الآية دي دايما نتصورها ايه لو أنا انت بتكلمني وأنا مضغاز منك في اللحظة دي المسيح هيدخل الديان واقف على الباب يعني ايه خلي بالك دايما المسيح على الباب ففي أي لحظة هيدخل لو دخل عليك وانت بتزعق في واحد ولا انت مش طيقه ولا مش مستحمله ولا عاوز توزعه وتخلص ولا مسكله على الوحدة طب وبعدين هتعمل ايه زا عيتها بقى هو زا الديان واقف على الباب يعني طول ما انت بتفكر نفسك انه المسيح على الباب لازم تطول بالك على اللقصاتك لا يأن بعضكم على بعض لألا تدانوا اللي هي شبه لا تدينوا لكي لا تدانوا شبهها شوي فآية تانية يقول تفكروا في الذي احتمل من الخطاء مقاومة لنفسه مثل هذه لما تشوف ربنا استحمل قد ايه تلاقي نفسك بالك بقى طوي لألا تكلوا وتخوروا في نفسكم لما واحد بيقول أنا ازهقت أنا اضهقت أنا مش مستحمل دي مش عيشة انت مش شايف الصليب لو فكرت في المسيح واللي شافوا مننا او من اللي عملوه فيه مش هتقدر تقول كده فتفكروا يعني خلي دماغك تروح في الحتة دي كلما ينضغط عليك شوية افتكر ان رباني يسوع كان بقى له طويل قوي كل ساعة كل لحظة في الصليب كانت مرة جدا كل كرباك كان قاسي جدا كل دا كان من اجلنا وكان بطول بال برضو لما اتكلم بولس الرسول عن المحبة قال المحبة تحتمل كل شيء المحبة تحتمل المحبة تصبر على كل شيء تحتمل وتصبر دول هم دول الموضوعنا طول الانا اللي بيحب استحمل اللي بيحب بيزبر ما ينفعش تقول بحب الناس وانت مش مستحملهم او مش صابر عليهم لو بتحبهم طول بالك عليهم لان الدعاء الحب من غير صبر يبقى انت مش بتحبهم بتحب نفسك بس فكر نفسك احنا كل دا تحت شعار طول بالك عن الناس فكر نفسك ربنا نطول باله عليك قد لما تزهق من شخص مرة بتكلم مع واحد يقول لي انا معلش انا اصلي يبقى عصبي يقول له ما هو دي خطية قال لي لا هي الناس اغبية قلت له لا الناس مش اغبية العصبية خطية ف قلت له انت بالنسبة ربنا زاكي واللغبي لا احنا بنفهمش ربنا ربنا بيتكلم في وادي واحنا في وادي تاني ومع كده ربنا ما طول باله فطول بالك عن الناس بقدر ما ربنا بيتطول باله عليك احنا يا ما وعدنا ربنا ومعملناش ويا ما ربنا قال حاجات وما التزمناش ويا ما مسجاد بيبعتها بالزوء وبالعافية وما تقطعش فينا وما زيش ولسه مستحمل ولسه بيحبنا ولسه مكمل المشوار وبيحضر في السماء وما قفلش معانا لو انت بصيت ان ربنا بالك عن الناس يبقى مفتاح طول الانا مع الاخرين هو علاقتك بربنا فكر نفسك انه هو باله طويل وخلي بالك يا رايحة راجعة لو انت طويلت بالك هو هيتطول باله اكتر فتبقى ايه انت اللي في ايدك المفتاح فكر نفسك كمان ان ربنا قادر يغير الانسان في الوقت المناسب لما واحد يكون زهقان من شريك حياته او من ابنه او من والده بسبب طبع صعب بيحصل كده احيانا ربنا لو معاد ممكن يغير اه بس طول بالك ما يمكن ربنا شايف مش ده الوقت المناسب هنا نفتكر مثلا القديسة مونيكا كان جزها وحش واسني وكان يقال انه قاسي وفظ طبعه وحش وفضل الطول حياتها تصليله مع انه كان مفتري عليها وهو طبعا ضيع طويلة من حياته فكان بتصلي لجزها وابنها وهي مأهورة غلبانا انما على اخر حياتها الست دي ربنا سمع لصلاوات ابنها بقى قديس وجزها تاب وتعمد قبل ما يموت لكن استحملت كتير استحملت وشافت كتير او لكن ايمانها ان ربنا لو معاد وهيغير في الوقت المناسب هو ده اللي وصل للتغيير فطول بالك برجاء ان ربنا قادر يغير اللي قدامك افتكر كمان الشعار اللي قاله المسيح بصبركم تقتنون انفسكم الصبر يخليك تشتري نفسك للسام فاوعى تفتكر انه لما تزهق وتاخد قرار انت كده كسبت نفسك لأنت خسرتها لما تصبر انت كده بتكسب نفسك اكتر اعداء الصبر كتار اولا المقاطعات مثلا يعني وما اكثر المقاطعات حتى الحوارات تلاقي الناس تقاطع او تبقى ورايح في مشوار وحد يقطعك لو انت بالك طويل هتحتمل المقاطعات لو انت من نوع اللي مش مركز في الفضيلة دي مش هتحتمل يعني لما دخلت نازفة الدم وقطعت المسيح وسرقت النعمة كان هو رايح ينقذ بنتي ييروس هو بالعكس وقف وجبها وحك معها وطمنها وكمل مشوار ييروس انما لوحد تاني كانت نرفز لانه مستعجل في كلمة للقديس احد القديسين يقول ايه اسأل بدموع اطلب بطاعة اقرع بصبر انتعرفين اللي وعد اسأله طعطه طلبه تجده اقرعه يفتح لكم فهو زود عليها كلمة قال وانت بتسأل اسأل بدموع وانت بتطلب اطلب وانت بتقول حاضر وانت بتخبط خبط بصبر فان من يسأل بالدموع يأخذ من يطلب بالطاعة يجد من يقرع بالصبر يفتح له يعني ما تستعجلش مش معنى انك انت صليت يبقى لازم النتيجة تيجي بسرعة هتيك بس ايه اشتغل شوية بدموع وبطاعة وبصبر توصل للي انت عاوز نقول لكم اعداء الصبر المقاطعات حدثة المفلوك دي دايما تفكرني بحكاية اللي قطعه ان رباني يسوع كان بيه وعاوز ونزله عليه المفلوك انما هو ايه بهدوء شديد تعامل مع الموقف حاجة تاني تخلي اعداء الصبر الرتيشن بقى المستفزة الحاجات المستفزة دي كلها امتحانات طول الاناء المقاطعة دي امتحان طول الاناء الاستفزاز امتحان لما تروح مثلا اي جهة حكومية في مصر لازم تكون واخد لك خمس حبوب طول الاناء الصبح ويعني عشان لازم هتشوف الاستفزاز بعينه ساعات طريقة الناس تبقى مستفزة برود الناس يبقى مستفزة الردود افعالهم تبقى مستفزة الكيرلسنس بتاعتهم اللام وبالاء لازم تبقى ما هو طول دا امتحان طول الاناء هتقدر تحتمل الكلام دا ولا هتهيج وتا ساعات الكلام بيكون مستفز يعني يبقى فيه كلام جارح او فيه كلام بايخ او فيه كلام طوب ساعات الظروف تبقى مستفزة ان يبقى جوه حر او برد او طراب زيادة ما هو كل دا الرتيشنز طول الاناء بيومتحن هنا فيه واحد باله طويل وفيه واحد تلاقوه معتراضاته ما بتخلاص فيه واحد يتخنق من قلة النظام ما هو برضو دا امتحان هتستحمله ولا لأ صحيح احنا بنحاول نصلح النظام لكن فيه احيانا تضطر تحتمل هتحتمل ولا مش هتحتمل هنا نفتكر الآن بتاعة الجواب اللي يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج الصخت يعني ايه حتى في المواقف اللي زي كده تعود تقول كلمة طيبة وتصرف غضبك وغضبك اللي حواليك الحاجات برضو اللي تعادي طول الأنا المضايقات او الحاجات الغير مناسبة الشغل غير مناسب بساعات الواحد يكون مش مستحمل شغله لأنه مش ماشي مع شخصيته او مع ال اكل غير مناسب دا امتحان طول أنا لما تروح تلاقي الأكل مش على مزاجك هتقبل عادي ولا هتكشر الوضع غير مناسب النومة والقعدة مش مناسبة كل دي حاجات امتحانات لطول الأنا كل ما لا يتوافق مع رغباتك او توقعاتك او اهدافك او حساباتك او حقوقك كل دا اختبارات طول الأنا عشان كي احنا تقريبا يوميا بندخل في امتحان طول الأنا وبناخد زيرو من عشر لأنه في حاجات كتيرة ما تمشيش مع رغباتك او توقعاتك او حساباتك او هكذا شوفوا معلمنا بوليس مرة يقول ايه لما قتينا الى مكدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الرحة بل كنا مكتئبين في كل شيء من خارج خصومات ومن داخل مخاوف إذن حتى في الخدمة ما فيش تسهيلات كتير مع ان دي خدمة ربنا وممكن يخلي الملايكة شايلين خدامه لأ ربنا بيسمح ان ولاده جوه الخدمة يتدايقوا ويتشوكوا عشان يتعلموا فضيل الطول الانا لو الخدمة سهلة مفيش أجر لكن مع المتاعب والاستفزاز والمضايقات والظروف وحاجات من جوه وحاجات من بره وحاجات من الخدام وحاجات من المخدمين وحاجات من فوق وحاجات من تحت كويس كل دي يخلي الواحد في الآخر يطلع صبور يطلع باله طويل يطلع شبه المسيح يبقى مكسبه كبير في الآخر تاني نوع من الصبر أو طول الانا في الضيقات يبقى النوع لأولاني طول الانا على الناس النوع التاني الصبر في الضيقات كلنا في حياتنا بنتعرض إلى ضيقات ضيقات دي اما امراض اما ظلم اما ضائقة مادية اما خسارة شخص غالي وريب اما يعني حوادث حاجات كده هنا احيانا يكون كل اللي ربنا مستنيه مننا نتعلم الكلمة دي درس الصبر أو درس الانا اصبر استحمل طب فيه واجع معلش ربنا يقدر يشيله 100% يقدر يشيله طب مش بيشيله ليه عشان هو مفيد مفيد في ايه الله اعلم لكن مفيد فيبقى في درس واضح اسمه الصبر عشان كده معلمني يقول احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة يعني كالنوح عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر يعني نتيجة طبيعية لهذا الامتحان هو الصبر هتتعلم و هتتعلم و بالزعب العافية هتوصل لترفص تكسر الدنيا هتاخده هتاخده ده سنة اولى ده فأي ضيقة معناها صبر و كلكم بخبراتكم في الحياة فاهمين المعنى ده انه مع المضايقات لازم هتوصل لكلمة الصبر بدرجة او باخر اما الصبر فليكن له عمل تام مش معنى انك صبر انك ما تعملش حاجة لا اعمل كل اللي عليك وتعلم الصبر برضو بنفس المعنى بوليس يقول فريحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة لما تيجي ضيقة افرح قول بس انا هترقى كده هتعلم الدرس اللي ما كنتش عارفة اتعلم الصبر وصبر عليها وواظب على الصلاة فريحين في الرجاء يعني هتفك صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة فأيبراني يقول انكم تحتاجون الى الصبر شوفوا كلمة دي احنا محتاجين نصبر محتاجين نتعلم حتى اذا صنعتم مشيقة الله تنالون الموعد يا امكا ان الصبر هو مشيقة ربنا ان الواحد فينا يتعلم يبقى صبور احنا ساعاتنا بعاوزين ننجز وخلاص لا ربنا الانجاز اسهل حاجة عنده هيقول كن فيكون انما الاهم عنده ان انت تكون تعلمت الصبر وطول الانا نوع ثالث من طول الانا الصبر على النفس طبعا انه عين الاولانين بالذات واضحين اوف ربنا يسوع ربنا كان بيقبل استفزاز من اليهود باشكال مختلف كان بيتشتم وكانوا بيغزوه وكانوا بيهنوه وبيلسنوا عليه وكان بالو طويل جدا عضي قاد طبعا مفيش اكتر من الام المحكمة والصليب كانت الام صعبة جدا وكان محتمل فايزا ربنا يسوع مسألة اعلى برضو في الصبر ان كان عن الناس وان كان عن ضيقات النوع الثالث هو الصبر على النفس ساعات الواحد يكون يستحمل الناس ويستحمل الظروف لكن مش طيق نفسه مستحملش نفسه يكون عنده توقعات في نفسه اعلى كتير من اللي بيحصل فيبقى مش عارف يحب نفسه لانها مش مش كويس يبقى مستعجل انه تصلح فمش صابر على نفسه تبقى مثلا لما يكون الواحد مكتئب زيادة او كاره نفسه او متغاز او ارفان من نفسه لازم تتعود تصبر على نفسك نفسك بطيئة بس ربنا حبيبها على كده وقبلها على كده فما تضيقش منها زيادة لانه ربنا قابلك على بطأك ده يقول لا تش ماتي بيا عدواتي اذا سقطت اقوم اذا جلست في الظلم ماء الرب نور لي يبقى ان ده واحد قابل نفسه على كده سيقول لها ويعني حتى لو وقعت هقوم يبقى مش كاره نفسه لما بيقع لا بيقول هقوم مش هيحصل وقعت هقوم لما جاء الرب هو زي الفلاح ينتظر ثمر الارض الثمين متقنيا عليه كتير من الشباب الذات اللي يكون داخل على التدين جديد يجي بعد شهرين ثلاثة في الاعتراف يقول انا زهقت من نفسه يقول يبقى انت مش فاهم الحيا الروحي انت بس عشان مستعجل حلو الحماسة دي حاجة جميلة بس ايه هو مش فاهم هو انت ابني فاكر اول ما حطت رجلك في الكنيسة وابتدت تمسك الاجبية والانجيل وبتاع هتبقى قديس بعد شهر وبتشبيه بقى اللي قال هلنا الكتاب بتاع الزراعة بينفعنا هنا نقول هو انت بتحط البذرة في الارض بعد شهر بتلاقيها شجرة في شجرة بتطلع في شهر طب ده انت يبقى الطبيعي يبقى اللي انت في طبيعي حطينا البذرة وسائناها والنبتة طلعت بس تقول بالك ده احنا معانا لسه سنين عشان نوصل للربنا عاوز فيبقى الفكر ده يهدي لوحد شوية انا في سكة طويلة مش هتخلص في سبوع ولا شهر لكن في فيه فعلا تغيير تأنو على نفسكم تأنو الى مجيء الرب يعني ايه معاك لغاية اخر العمر وربنا كده كده هو المسؤول مش انت فمش هيسيبك تمش وانت مش مستوي هو اذا الفلاح ينتظر صمر الارض السمين متأنيا عليه اي فلاح شاطر لا يمكن يقطف صمرة خضرة طب هيكلها هيعمل بها ايه فما يستعجلش ويقطف السمرة الا لما تستوي وده طريقة ربنا لما يلاقي الواحد فينا استوي يقطف لكن طول ما احنا عايشين يبقى لسه ما استويناش حتى ينال المطر المبكر والمتأخر يعني ايه ايه تفكر عشان سمعت وعزة عن التواضع وخدت تدريب تواضع بقيت في شهر متواضع لا ده مطر مبكر ومطر متأخر ده لسه دي سنين هتاخد على دماغك لغاية ما تتعلم التواضع تأنوا شوفوا كان مرة يقول تأنوا تأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن ما جاء الرب قد اختر يبقى هنا التأني على تغييري أنا ما تستعجلش تغيير نفسك مأمورية التغيير الواحد فينا اخطر مأمورية ودي شغلة ربنا وبيعملها بمزاج فما تستعجلش بالعكس عاوز اقول لكم اللي بنلاقيه يتغير فجأة بنخاف منه ونخاف عليه لأنه كتير ما يرد تاني فجأة إنما اللي يتغير حتة حتة ده اللي يكمل على عدد مرة شبهها واحد من الأباء وقال إيه فرق إنك تجيب شوية أش تولع فيهم وفحمة تولع فيها القش تولع فيه ودق تنوط يبقى رمأت الفحمة لما تولع فيها تطلع عينك عشان تحمر لكن وانسح مرت مش هتطفي بالسهل فهمين الفكرة هي الحياة الروحية كده نحية الفحمة تاخد غلبة عشان السوادر بتاعها يحمر بس لما حمر تحط عليها فحم سود يعني تعدي تحمر فهمين الفكرة فإحنا لازم نناهج شوية مع نفسنا ونبقى عندنا طول بال مع نفسنا نوع آخر من طول الأنا طول الأنا مع ربنا أو الصبر على ربنا يبقى اصبر على الناس اصبر على المشاكل اصبر على نفسك اصبر على ربنا طول بالك مع ربنا أقصد بها الاستجابة مشكلة ناس كتير برضو ان هم عاوزين بدل صله ربنا يستجيب على طول وربنا في الحتة دي باله فعلا طويل زياد لأن هو عنده حساباته وفين لما نكتشف انه اللي هو عمل وفي الوقت المناسب فعلا كان الصح لكن احنا دايما عاوزين النهار بالطريقة اللي احنا عاوزين يقول انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب استنى تقول بالك استنى جمد قلبك يعني ما يتهزش ما يقولش يبقى مش سامع يبقى مزعلان مني يبقى مش سائل فيه يبقى مش موجود يا عم مشجع قلبك شدد قلبك يعني ما تسجوش يروح في الشكوك استنى تاني حيرد حيرد صدقني بس استنى مش لازم يرد بسرعة آية تانية تقول انتظر الرب واصبر له ولا تغير من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد يعني فيه ناس جاءت تقول ايه احنا كل سنة عمالين نصلي ونصوم وبعدين في الاخر الانتخابات حاجة يعني ما تقول حصل ايه لسه هنكمل صلاح انتظر الرب وقت يتشدد وانتظر الرب هيستجيب برض والصلاة راحت يعني ما راحت كله متخزن عنده هيستجيب ويعني احنا محددين مع التفاق في الانتخابات يستجيب ويستجيب بأي طريقة فيه آية جميلة في حباقوق تقول ايه لان الرؤية بعد الى المعاد وفي النهاية تتكلم ولا تجذب انتوانت فانتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر انتوانت يا ايه اللي توانت الرؤية الرؤية يعني هو رأى ان ربنا هيستجيب بس هيستجيب في معاد فاهمين الرؤية بعد الى المعاد يعني ربنا واعد بمعاد هيدخل في النهاية هتتحقق تتكلم يعني هتتحقق الرؤية دي ومش ممكن تجذب يعني اللي قاله ربنا ما يرجعش فيه ابدا انتوانت فانتظرها متشكش ما تقولش الله هو ما جاش ليه انتو يتهيألك انه متأخر بس انت مش نسيت المعاد انت مش واخد بالك انه هو محدد لها معاد ستأتي اتيانا لازم هتيك لازم وعده يتم لازم يتدخل ولا تتأخر منين لا تتأخر وتوانت اقول لكم لانا فهمه توانت دي في نظري انا لا تتأخر في نظره يعني ايه انا في نظري هو متأخر ليه هو الوعد بتاعه ما تمش ليه احنا صلينا وصمنا ما الناس تعبانة ما فيه ناس كتير تابت لماذا تتوانى يا رب وبعدين لما يستجيب يطلع لا صحيح متأخر جات في الجون جات في الوقت المناسب فهنا انتوانت فانتظرها ستأتي اتيانا ولا تتأخر يعني انت هتعرف انها مش متأخرة بس لما تيك انت يتيأ لك انها متأخرة بحساباتك انت بحساباته هو هي مش متأخرة ولا حك هي محسوبة صح وليها معاد مزبوط يقول ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب في واحد يقول بس الصبر ساعات ما يكون لهش معاد يعني ايه افرد فقط تحدي غالي طب انا هصبر على ايه هتصبر لغاية ما تقابله في السم هو ده المعاد في معاد وفي استجاب ولا تتأخر يعني ايه وانت ماشي من الدنيا هتقول الكم سنة اللي عشتهم من غيره عدوا برضو فتبقى ايه انتوانت فانتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر هتشوفه تاني وتفرح به تاني وتقول برضو هي عدت ولم تتأخر يبقى كل الانواع تتيجت في القعدة دي ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب لان الرب كثير الرحمة ورؤوف ربنا دايما حنين ورؤوف لازم هيستجيب بس محتاج دايما مننا الصبر اصبر على الناس الناس تتغير اصبر على نفسك نفسك هتتغير اصبر على ربنا ربنا هيستجيب اصبر على الضيقة تاخد الفايدة بتاعتها لكن ما تصبرش هتفضل عصبي هتفضل تعبان وهتفضل مش فاهم وهتفضل تخبط وترزع وبصراحة ربنا ما يجيش بالطريقة دي يعني ايه عارفين لما نلاقي عيل بيرفص وبيزع عشان ياخد اللي عاوزه بنقول لأهله ايه بنقول لهم ايه سيبوه في حاله بس كده هو ربنا بيربيك بالطريقة دي هتخبط راسك وترزع انت اللي هتتعور خليك عائل واستنى هتيجي فما فيش داعي من الغضب والاستعجال والعصبية والتزمر ما فيش داعي من كلام هتيجي كل حاجة هتيجي التغيير يحتاج الى صبر دي قاعدة مهمة بقى كده خليها واضحة تغيير كل حاجة تغيير البلد يحتاج لصبر تغييري انا يحتاج لصبر تغيير اللي حوالي يحتاج لصبر تغيير الاوضاع يحتاج لصبر فما تستعجلش لان ربنا قصد يحط في حياتنا الصبر الشفاء الروحي يحتاج للصبر عشان خطية تتشال دي عملية مش سهلة عشان في شك في دماغك يتشال خالص دي مش في يوم وليلة مش في اعتراف دي عاوز سنين عشان قلبك تضيق يحب اعدائك دي قصة صعبة ده شفاء روحي ده مرض مزمن المرض المزمن ما يخفش في سبوع فكل انواع الشفاء الروحي ان كانت ليك او اللي غيرك خليك دايما وعي انها محتاجة الصبر محتاجة صلة كتير محتاجة جهاد طول بال خلاص النفوس يحتاج للصبر لما بتفرج ساعات على القنوات الغربية ويعني يعملوا حاجة كده انه واحد يوعظ يقول ايه بالو المسيح دلوقت انتو خلاص خلصتم بقول ما كانش حد غلب يا سلام هي كلمتين والناس خلاص دخلت السماء اللي بتطعارض خلاص النفوس يحتاج الى صبر شوفوا الشخصيات عشان نشوفها كده عبر سنين كتير من الناس اللي ساعتنا ودعهم كده يجوا اهليهم يحكوا لنا قصة خلاصهم هم هم اهليهم اللي يحكوا فنتعلم منهم يقول لك ده كان بعيد عن ربنا جدا يا ما جالوك اهنا ما سألش يا ما تحطط قدامه مشاكل ولا وطني يعني ما رجعش الربنا انما ربنا وراه وراه لغاية آخر حياته وظبطه تمام وبقى احسن من كل الناس حكمتك يا رب يا صبرك يا رب يعني 70-80 سنة بتقسم عليه منهم 60 سنة بعيد وعنيد ومش سائل فيك وانت ورا ورا هو ده الشغل خلاص النفوس يحتاج لصبر وهكذا خدمة الناس يعني ساعاتي بقى عندنا شباب معاند وبعدين نشوفه بعد سنين طويلة خدام زي الفل انا فاكر كان عندنا ولد مشاغب وكل الفصل كان هيدخل بتاعه اعداد خدام الا ده فطبعا كانت ازمة كل صحابه وعيالك ويسين وده شائي جدا فبعدين انا مش عارف اقولها له ازاي انت الوحيد اللي مش ممنوع تدخل النهاردة كلام ده فات عليه 20 سنة النهاردة هو امين خدمة ومن احلى خدام الكنيسة اللي في وقت كنا كلنا مجمعين ده ماينفعش يدخل اساسا اعداد خدام هيبوز الفصل مش مش هيستفيد من الاعداد لده هيبوز الفصل لكن هو خلاص النفوس يحتاج الى صبر احنا بقى ساعات بنستعجل لمجرد اللي قدامي ده ما عملش الشغلة مظبوط ماينفعش ماينفعش ازاي ما كانش سالت نفسه وساب الجلبية وجري تاني مرة مع بولس الرسول لقى الشغلانة صعبة رجع تاني احنا لو من الناس ساعتها نقول لا نشطب عليه ده ده خلوه بقى ايه يعني يعط كده ايه يجمع ورق في الكنيسة مثلا يلم اشرباط بقى كده يعني اخر يعني ده اخر منما ماري مرؤوس ده اللي بشر افريقيا كل اللي هو وكتب انجيل مرؤوس اول انجيل يتكتب كل ده لانه ربنا ورا ورا وبرنابة فقراص وبولس فقراص يعني ناس حكيمة عارفة انه التغيير وخلاص النفوس مش مأمورية بتاعت يوم وليلة عاوز الشهور واسنين وعاوز نفس طويل النمو في الفضيلة يحتاج للصبر يعني احنا مثلا خدنا مبارح الوداع خدنا النهارد الهدوء الكلام يشكل سهل الواحد يعني بعد ما يسمع محاضرة عن الوداع يتهيق له بقى الابتسامة لانتو فقرق شفت والاسلوب بقى الوديع وبعدها بساعة تلاقيت نرفز ويزعق طلقت الموضوع مش سهل ايوما مش سهل الفضيلة ما تجيش بوعظة ولا تيجي بكتاب الفضيلة حاوزة سنين تركز فيها وتصللها وتدرب نفسك عليها وتقع وتقوم لغاية ما تتقنها فتبقى فعلا تأصلت جواك ان كان الهدوء ولا الوداع ولا الصبر ولا الحكمة حاجات دي مش بتاعت يوم وليلة كل ده يحتاج صبر اعداد الخادم يحتاج الى صبر عشان تعد خادم ما تستعجلش ربنا يسوع عد خدامه في ثلاث سنين وخدهم ايه عزيره العشر والصياد والغيور وكل واحد في عاهة انما فضل يقعوا ويقوموا ويلخبطوا ويتخنقوا ويقولوا مين الاعزام ويهربوا وقت صليبه واشتغل معاهم لغاية ما طلع منهم ابقنا الرسل نختم بقى يا جميلة تقول ايه الرب يهدي قلوبكم الى محبة الله وإلى صبر المسيح بوضح ان الصبر ده انا باخده من المسيح برضو تعلموا مني المسيح صبور باله طويل عن الناس وقلبه واسع احتمل كتير قوي فربنا يهدينا كلنا الى صبر المسيح بحيث يبقى الواحد عندنا مننا شبه المسيح في طولة باله في صبره لإلهنا كل مجده كرامة لأبدا منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر